السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل أن نبدأ الحلقة الجديدة نريد التنويح على عدة أمور أولا موضوع عدم ظهور الإشعارات للأخوة عند رفع الإصدارات الجديدة هذا الحال يكون بتفعيل الجرس أو إعادة الاشتراك واختيار كل الإشعارات الموضوع الآخر ظهور التعليقات الكثير يشتكي من عدم ظهور التعليق على قناتنا ويتهمنا اتهامات كثيرة باطلة لكن الذي لا يعرفه هناك ميزة في اليوتيوب وهي فلترة التعليقات ومن خلالها تتم فلترة التعليقات المنسوخة يعني جماعة النسخ واللصق الذين يذهبون لجوجل وينسخون المقالات ويلسقونها لا تظهر يتم فلترتها التعليقات المكررة وخصوصي الناس الذين يكررون التعليق نفسه بنفس المقطع أو عدة مقاطع وخصوصي الذين يرمون الشبهات نقول لهم نسخك لنفس الكلام على عدة مقاطع لن يساعدك بنشر كلامك والكلام أيضا للأخوة المسلمين الذين ينسخون بعض الأدعية أو ينصخون بعض الآيات قص لصق أو نسخ لصق ويلسقونها لن تظهر وتكرارك للتعليق على كل المقاطع لن يظهر وللناس التي تشتم هناك ميزة فلترت الشتائم فأي تعليق تضع فيه شتيمة أو سبل ربنا أو لنبينا لن يظهر تعليقات وميزة أخرى وهي عدم ظهور التعليقات التي فيها روابط قد تراها أنت لكن لن يراها غيرك لأن المفترين بعد أن عجلوا عن الرد عن كلامنا فاختاروا أسلوب الذباب الإلكتروني بحيث يجمعون أنفسهم ويبدأون بنشر روابط لمقاطع إباحية على قناتنا فنحب أن نخبركم أسلوبكم فاشل جميع التعليقات مفلترة والتي يصنفها اليوتيوب على أنها غير مرغوبة أو تحتاج للمراجعة نحذفها دون أن نقرأها لأن التعليقات تكون بالعشرات ولا يوجد لدينا وقت لقراءتها كلها فمن أراد أن يظهر تعليقه يلتزم الأدب ولا يتعدى على معتقداتنا ولا يعمل نفسه في الهوي وينسق الشبات وينسقها ولا يضع رواوت ولا يكرر نفس الكلام والآن نبدأ حلقتنا وهي بعنوان ومن يغض عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه يقول القرطبي في تفسيره سفيها نفسه أي فعل بها من السفه ما صار به سفيها ويقول الطبري في تفسيره ومن يرغب عن ملة إبراهيم الحنيفية إلا سفيه جاهل بموضع حظ نفسه فيما ينفعها ويضرها فلو نظرنا إلى هذه الآية ونظرنا إلى من ترك ملة إبراهيم الحنيفية التي أتى بها الإسلام ونادى بها ودعا إلى العودة إليها سنرى أنه اضطر إلى تسفيه نفسه فمنهم جعل نفسه أنه من سلالة نتجت من تزاوج ذكر خنزير ومن أنثى شمبانزي وهذا الكلام بحسب الخبر الذي نشرته الديلي ميل ومنهم من قال لا لا بل نحن نتيجة تزاوج قردة أفريقية وجعلوا أجدادهم هكذا أشكالها كيف يبدو الشكل السلف المشترك للبشر والقروض ها هو أمامكم ومنهم من زاد معه الحال ووصف البشر بما فيهم نفسه على أنهم حثالة فقال ستيفن هوكينغ علم الفيزياء الملحد أن البشرية هي حثالة كيميائية فوق كوكب متوسط الحجم ونقول للمرأة التي ألحدت واعتقدت أنها سترى الرفعة بإلحادها لكن لا تعلم أنها سفهت وسفهت نفسها فبحسب مؤسس نظرية التطور التي لا تتمد للعلم بصلة المرأة لا تصلح إلا المهام المنزلية وأطفاء البهجة للبيت فالمرأة في البيت أفضل من الكلب للأسباب السابقة طبعا الذين سيخرجون علينا ليقولون أن المرأة في الإسلام كالكلب والحمار فرجاء لا تستفزني وتجعوني أوصفك بوصفك الحقيقي عشان ما تنجرح لأنه بقولك هذا تثبت للناس أنك لا تعرف شيء بالعربية فحرف العطف الواو لا يفيد التشبيه فأحرف التشبيه هي حرف الكاف وكلمة مثلة وغيرها من أدوات التشبيه فالحديث يقول يقطع صلاة المرأة المسلم المرأة والحمار والكلب فالعطف هنا على فعل القطع وليس التشبيه فعندما أقول قطع صلاة زيد وعمار لا يعني أن زيد يشبه عمر لكن عندما نرفع كلمة زيد وعمار ونضع بدالها الكلب والمرأة والحمار فجأت أن يتحول حرف العطف عندك إلى حرف تشبيه سبحان الله وللعلم الحديث يتحدث عن مرورها أمامه وليس خلفه لأن النساء كنا يصلينا في المسجد النبوي الذي يصلي فيه الرجال فكانت النساء تصلي في الخلف والرجال في الأمام وهذا يعني أن الكلام عن مرورها أمامهم فطبيعي المرأة تفتن الرجل وتشغله لذلك تقطع صلاته والحمار قد يرفسك وينهق فيزعجك والكلب قد يعضك وكلهم يفقد التركيز والدليل على أن الكلام عن القطع ولا علاقة للحديث بالتشبيه حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل يعني مجرد وضعك ساتر أمامك يقيك تصبح المرأة والكلب والحمار لا يقطع الصلاة فالموضوع لا يتعلق بالتشبيه وإنما بحكم القطع أضيف بالعقل والمنطق كلمونا كيف يكون تشبيه وهناك حديث صحيح يقول أن نساء شقائق الرجال أي أنهن مثيلات للرجل إلى بما استسناه الشرع كالإرس والشهادة وغيرها من الأحكام يعني كيف يكون تشبيه ذم وهنا شقائق لنا حتقفز مرة أخرى وتقول لي لكن أم المؤمنين عائشة قالت أنه تشبيه أنا سأضع لك حديث أم المؤمنين عائشة قالت بئس ما شبهتم بنا الحمير والكلاب لقد كنت أعترض بين يدي النبي على السرير وهو يصلي طيب لو كانت تعترض على الكلمة ولو فهمت الكلمة أنها ذم لما كانت صيغة الاعتراض بهذه الطريقة لقالت مثلا شبهتمونا بالكلاب أو الحمير نحن لسنا كذلك أو أي اعتراض على الكلام لكن نرى الشق الآخر من كلامها يتحدث عن الحكم فهي تقول أنها كانت تعترض بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم تعترض على الحديث ككلام وإنما بيّنت الحكم وفعلا بناء على حديثها فهم أهل العلم أن كون الزوجة متجع أمام المصلي أو جالس أمامه هذا ليس بمرور ولا يقطع الصلاة وإنما الذي يقطعه المرور فحصل تبيان للحكم متوضيح فهي لم تعترض على ألفظ الحديث أو قالت الحديث أن النبي لم يقوله أو أي شيء من هذا القبيل وإنما تشابه الحكم لا علاقة له بتشابه الشكل أو القيمة فهي لم تفهم هذا ولم يفهم أحد من الصحابة فكلامها عن تشابه الحكم وليس التشبيه القيمة والشكل لأن الحديث واضح ليس فيه أداة تشبيه لكن إن أردنا تعليمكم أدوات التشبيه لنفتح الكتاب المقدس عند النصارى فهو أوضح وعليه نعود لأصل حلقتنا حول تسفيه النفس وسنضرب أصفورين بحجر واحد إطاؤكم درس عربي عن التشبيه وإكمال الحلقة يقول في سفر أيوب الإصحاح الدعش العدد 12 أما الرجل ففارغ عديم الفهم وكجحش الفراه يولد الإنسان الكاف أداة تشبيه هذا هو التشبيه فعندما ترك النصارى ملة إبراهيم فقد صفوا أنفسهم باتباعهم كتاب يصفهم بأنهم عديمي الفهم والواحد فيهم كجحش وكي لا يقول لنا أحد أنتم تفسرون العدد من أمر رئيسكم نفتح تفسير إصحاح 11 من سفر أيوب للقص أنتونيوس فكري ويقول وقوله كجحش الفراه يولد الإنسان صحيح ويدل على الطبيعة المتمردة للإنسان بل خضيئة ولدتني أمي لكن الله قاضي على تغيير طبيعتنا جحش الفراه يعني حمار الوحشي ومع طبيعة الإنسان الفارغة فهو متكبر وليصلح المثل هذا الإنسان أن يناقش الله أهو أمامكم يقول لك صحيح يعني الكلامنا صحيح يعني الإنسان عندكم مثل جحش الفرا لأنه ولد بخطيئة مع أن موضوع الخطيئة متشاعب ولا نتحدث عنه لكن هذا فرق بيننا وبينكم عندنا نؤمن أن الطفل بلا خطيئة لكن أنتم حملتموهم الخطيئة وهم لا يعرفون شيء ولم يميزوا فتخيل يا نصراني ابنك الصغير الذي لم يذنب ذنب ولا يعرف ما هو الذنب والخطيئة نرى من سفه نفسك حملته خطيئة فمن سفه نفسه لم يعرف قيمة أحد حتى ابنه الرب عندكم كدودة ومن سفه النفس صاروا يعبدون رب كدودة أو دودة فيقول أما أنا فدودة لا إنسان عار عند البشر ومحتقر عند الشعوب ونلاحظ سفه هذا القول في قول أنطونيوس فكري في شرحي لهذا العداد ويقول وهنا فالمرنم يتكلم بلسان المسيح الذي صار مهانا ومحتقر الشعب بل صار في عيون أعدائه مرذولا من الله كدودة مداسا بالأخدام وانواحد أن الصليب كان موت العار تخيل على هذا الذل والسفه للنفس يتبعون رب مداس بالأخدام لا بل حتى الرب عندهم تخطم حلط التشبيه بل وصل به الحال بالتوصيف الحرفي فوصف نفسه بالخاروف يقول هؤلاء سيحاربون الخاروف والخاروف يغلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك لا بل وصل الحال بهم إلى وصفه كالدب والأسد واللبوة وهذه أداة تشبيه للجهلاء في العربية انظروا فأكون لهم كأسد هنا تشبيه أرصدوا على الطريق كنمر أصدمهم كدبة وأشقوا شغاف قلوبهم وأأكلهم هناك كلبوة يمزقهم محشو البرية هل رأيتم أداة التشبيه يا جهلاء؟ لكن فعلا رامتني بدائها وانسلط يعرفون أدوات التشبيه لكن يستغبون عندما يأتوننا ويجعلون الواو حرف تشبيه الله المستعام ولل المرأة التي راغبت عن ملة إبراهيم بماذا استبدلت حديث النبي النساء وشقائق الرجال؟ استبدلته ب المرأة أدنى من الرجل من المنظور التطوري بل طبقا لنفس المصدر فإن المرأة تطابق الغوريلا وإن دونية المرأة نعم دونية المرأة هي حقيقة لا يمكن لأحد أن يعترض عليها للحظة فقط يمكن النقاش في درجة الدونية بل بلغ الصفة بهؤلاء أن يطالبوا بجعل البغاء حق من حقوق الإنسان تخيل درجة الصفة فبعد أن تركتنا الدين الذي يدعو لملة إبراهيم انزلقتنا في منحضر اللا أخلاقية والعدمية والتسفيه النفس وكان وعد ربي حقا فمن ترك هذه الملة سفيها نفسه سفحتم أنفسكم وجعلتم أنفسكم أدوات للجنس وسلعة رخيصة وألعوبة بين عيدي مروجي الأفلام والإعلانات يتحكمن بكم وأصبحتم عبيد للنقود وذل ما بعده ذل وتفت على السطح هذه الفضائح بعد انتشر هاشتاغ ميتو فاحت الرائحة فضائحكم فكان الموضوع مثل إزالة غطاء محكم الإغلاق عن صرف صحي فخرجت هذه الرائحة مليئة بقرف الفضائح طبعا فضحنا كل هذا بعديد من المقاطع والأخبار تجدونها على قناتنا وصفحتنا لمن أراد الاستدادة يمكنه الاطلاع على الوصف طبعا بهذه المناسبة سنرد على شبهات مكررة حول المرأة وسيكون الرد باختصار وشكل سري تابع للنهاية بالنسبة لموضوع حديث يقطع الصلاة المرأة والكلب رددنا عليه بالنسبة لموضوع حديث المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان فكلمة عورة هنا ليست شتيمة وإنما العورة أصطلاحا هي ما يجب ستره مثلا عورة الرجل من السر إلى الركبة فهنا عندما نقول عورة الرجل لا يعني أنتقصنا من هذه المنطقة من جسمه وإنما هذه المنطقة يجب سترها وعورة المرأة جسمها كله وعليه يجب أن تستر جسمها كله وهذا ما أمر به الشرع فعن أي شيء تعتبرونه انتقاص أو نقيصة لا أدري كيف تفهمون الكلام أنا عارف أن عقولكم تفهم أي كلمة وتفسرها تفسير جنسي وهذا شيء طبيعي من أن الناس تربط على نشيد الإنشاد وحسقيات أو من تربع على الأفلام الإلباحية فسوف تستر كلمة عورة بهذه المواضيع الجنسية لكن العورة في المعاجم اصطلاحا تعني ما يجب ستره والعورة لها عدة معاني لا تعني الانتقاص من الشيء مثلا قوله تعالى ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا فهنا كلمة البيوت عورة أنها غير محمية ومكشوفة فيجب أن يبقوا ليستروها ويحموها فهم يستدلون بكلمة عورة على الشيء الذي يجب ستره فهي ليست شتيمة فالحديث ليس انتقاص وإنما دلالة على أنه يجب سترها عند خروجها وإلا سيستشرفها الشيطان ويجعلها فتنة للرجال موضوع صوت المرأة عورة فصوت المرأة ليس عورة لقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فلم يأتي النهي عن الحديث وإنما جاء الأمر بعدم الخضوع بالقول وهو ترخيم الصوت وترقيقه قال تعالى فالمرأة التي تتكلم عادي وبدون خضوع بالقول هذا ليس بشيء أما التي تخضع بالقول يعني ترقق صوتها لتغوي الطرف الآخر أو لتستميله لغاية ما فهو منه والأفضل أن لا تتكلم بالأساس لأن هدفها ليس الكلام ولو هدفها الكلام لما خضعت بالقول شبهة النساء مصيري هن إلى النار وهم نحطب جهنم الرد بكل بساطة أن الحديث الذي يقول فإني رأيتكن أكثر أهل النار أوله دعوة لهن بالتصدق لينجون من النار فهو دعوة للنجاة وآخره تبيين الصنف الذي يدخل النار وهن التي يكفرن بالعشير يعني العشرة يعني التي تنكر فضل الزوج وتقول ما رأيت منك خير القطر وهذا معروف عند كثير من النساء فلو أرد النبي أو لو كان في المعتقد الإسلامي أن المرأة إلى النار فلماذا أمرها بالتصدق لتنجو النبي بيّن السبب الذي سيدخلها النار وأمرها بالتصدق لتنجو فهين الانتقاص إن الانتقاص يكون أن يقول لها أنهن أكثر أهل النار ويسكت دون تبيين السبب والوقاية منه يعني حتى أنتم فاشلون باجتزاء النصوص فالنص واضح أوله دعوة للنجاة وآخره تبيين للسبب وفي نصفه توضيح للنتيجة فهين الانتقاص لكن أنتم فاشلون حتى بالاقتصاص آتوهن أجورهن يعني مهورهن أو الصداق ولا تكون مثل يوسف فرانسيس ودخل يتحدى يقول أنه لا يوجد مفسر قال أن مهورهن يعني مهورهن أو الصداق لا تكون مثله فكر قبل أن تتجرأ وتهبود فآتوهن أجورهن اللي هو المهر أجورهن فريضة من الله ولا جناح عليكم فيما تراجلت به من بعد الفيضة يعني بس لا بتقول مهر ولا المفسرين قالوا مهر أتحداك استنى بس أتحداك تجيب لي مفسر واحد ما قالش أن ده المهر أنا ما حدي بقولك كلمة دي على الفكرة يلا يا حبيبي يلا يا باش هاتلي مفسر واحد يلا يا أذكا إخواتك يلا يا أذكا إخواتك هاتلي كلام المفسرين هاتلي كلام المفسرين يلا طيب حال هاجب أصبر بس قبل عريقك كلمة يلا واشرب مية أنا بادع وشارك أنا يكفيني فخرا أن أنت عشان تهرب للكلام في القرآن قلت اعتبرني أن أنا جاهل في دين اعتبرني أن أنا مش عارف أرد وأنا بقى أقول لك القرآن وهحط صوابع في عينك وفي عين أدخن طخين هاتلي كلام المفسرين اللي قالوا أن دا مش آآ مش آآ فما استمتعتم فيه من هن فقتهن أجورهن فريدة ولا جاء ولا جناح عليكم فيما تراديتم هاتلي كلام المفسرين يا عسل ايه دا قوله ليك هاتلي كلام المفسرين هاتلي كلام المفسرين هاتلي كلام المفسرين فما استمتعتم به من هن فأطوهن أجورهن ماشي فريدة الآية قال هذا النكاح وما في القرآن الإنكاح إذا أخذتها واستمتعت بها فاعطيها أجرها الصدق أيوة اسمه إيه استنى بس اسمه إيه الصدق هو المهري يا خيبتها يا لهوين معلش الوضمع ما مش عارف الصدق هو المهري يا خيب يقولك إيه طيب شايفين الفضيحة شايفين الفضيحة أنا عندي عارت الصدق وعلى الصدق المسمى بيننا آه آه وعلى الصدق المسمى بيننا بتتفرج على أفلام كتير إنت معلش عارف التفسير قال إيه بقولك إيه بقولك مفيش مفسر قال إن ده المهري آه الأول مفسر جابه أول تفسير جابه قال لك الصدق نزل 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 الله أكبر الله أكبر نزل من على البس نزل شبهة ناقصات عقل المدين وضدنا عليها في إصدار سابق وقالقنا كل مفتري حجر شبهة وضربوهم رددنا عليها بمقال مفصل لكن سأختصر الرد بكل بساطة بداية السياق يتكلم عن امرأة ناشز افتح أي معجم بعشر جنيه على باب النون وابحث عن كلمة ناشز سترى أنها ناشز من يستعصي ويسيء العشرة نشزت المرأة بزوجها تمردت عليه استعصت أبغضته يعني المرأة من بدأت بالإساءة وما ذلك الشراء قال كلمها بالليم لم تعود أهجرها بالفراش ولا تترك البيت إذا لم تتأداب اضربها ضرب غير مبريح لا يولد الشقاق طيب سيقول لك شخص ما دليك على أنه الضرب لا يولد الشقاق أقول لك الآية التي بعدها مباشرة يقول الله تعالى يعني كل الحلول السابقة في نطاق عدم وقوع الشقاق وإن خفتم حدوث الشقاق فعليكم بحكم من أهلها وحكم من أهله يعني الحلول الثلاثة لا توقع أي شقاق وأذى ولمن أراد قراءة الموضوع بالتفصيل بشروط الضرب وضواوته يقرأ المقال بالوصف إذن أمامنا امرأة متمردة عصد زوجها وأبغضته فأنتم ترقتم المرأة وظلمها أما ذهبتم للرجل الذي يريد جلب حقه بحلول شرعية شرعها الله له فأنتم تقولون لا أنت مظلوم لكن ليس من حقك أن تأخذ حقك هي تظلمك براحتها ماشي أما أنت لا تفتح فمك بحرف معها وإلا أنت ظلم لها انظروا للهبد سبحان الله ما علينا منتابع بافتراءاتهم اغتصاب المرأة الإسلام لا يبيح اغتصاب الزوجة لأن الأمر الأساسي وعاشروهن بالمعروف والمعروف اسم لكل فعل يعرف حسنه بالعقل والشرع والرسول قال لا ضرر ولا ضرار فلا يجب أن يترتب عليها ضرر ولا يوجد شخص عاقل سيفتي باغتصاب الزوجة يتمتع الرجل لدقائق ومن ثم يحرم منها كل العمر لأن الاقتصاب قد يسبب تهتك بالرحم والرسول قال صلى الله عليه وسلم لا يجد أحدكم امرأته جلد العبدي ثم يجامعها في آخر اليوم طبعا ستقول لي لكن هناك شيوخ قالوا أنه يحل الرجل إجبار زوجته على الجماعة مثل هذه الفتوى بالرغم أنه في ختامها تقول الأولى أن يتصرف بحكمه لكن ما علينا طبعا هنا بعد فشل المفترين في محاولتهم تفسير القرآن من أم رؤوسهم انتقلوا إلى تفسير الأحاديث من أم رؤوسهم ففشلوا فانتقلوا لتفسير كلام المفسرين ففشلوا أيضا فذهبوا الآن لتفسير كلام الشيوخ من أم رؤوسهم إجبار المرأة على الجماعة ليس بالضرورة اغتصابها هذا تفكير ناتج عن عقول مريضة الإجبار له ألف طريقة وطريقة إما عن طريق وقف النفق عنها أو حرمانها من شيء تحبه مثل قطع الإنترنت وكل شخص يعرف كيف يجبر زوجته على طاعته فكلمة إجبار لا تعني اغتصاب ولا أدري من أين فهمتم أنه يجوز اغتصابها الاغتصاب شيء والإجبار شيء آخر كليا إجبارك لابنك على الدراسة لا يعني اغتصابك له لكي يدرس يمكنك إجبار طفلك على فعل الشيء بقطع المصروف عنه أو بحرمانه من التلفاز أو أي شيء فكل شخص يعرف عائلته كيف يمكن أن تطيعه وإجبار الزوجة على الجماعة يكون بحرمانها من المصروف أو حرمانها من شيء تحبه طبعا الذي سيخرج ويتباك على المرأة ويقول حرام عليكم كيف تحرموها مما تحب سنقول لك يعني هي تحرم زوجها من شيء يحبه ماشي أشطى لكن هو الذي يفعل نفس الشيء بالمقابل ليجبرها لتعود كما كانت أو ليجعلها تشعر بمثل ما شعر يصبح ظلم ما لكم كيف تحكمون بأي مكان تكيلون سبحان الله وإلى هنا تنتهي حلقتنا وبيننا فيها أكثر الشبهات المتهافتة حول المرأة وبيننا كيف يسفه المفترون أنفسهم بتركهم لهذه الملة ولن ترى شخص ترك هذه الملة إلا سفيها نفسه سفره عن هذه الملة بأمور تافهة وسفيها جدا ومن ثم تراه يصبح سفيه فعليا وعطيناكم عينة وأنتم يمكنكم رؤية هذا بأم عينكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى الاشتراك والنشر حتى يصبح المقطع لأكبر عدد ممكن